اسمح لي أن أقول مجرد انعقاد الاجتماع الأمناء العامين في بيروت ورمالة كانت خطوة إيجابية جدا وجيدة ولا انعكاس طيب عند شعبنا الفلسطيني وكل محبي فلسطين القضية والشعب ولكنها البداية يعني هي ليست التتويج لما عملنا من أجله وسعينا من أجله على مدى السنوات الماضية نحن كان دائما طلبنا أن نصل إلى مثل هذا اللقاء يضم كل الفصائل الفلسطينية بالرغم من أننا نعتقد بأن هذا اللقاء يجب أن يضم كل الفصائل العامة الفلسطيني كل أطراف المقاومة يجب أن لا نستبعد أحد لا من الفصائل الموجودة خارج الأرض المحتلة والتي لها امتدادات في الأرض المحتلة ولا الفصائل الموجودة في غزة أي مقاوم فلسطيني أي مراضل يجب أن يشملوا البيت الفلسطيني يستوعبوا البيت الفلسطيني حتى تكون وحدة وطنية حقيقية وشاملي تضم الجميع ولكن مجرد انعقاد هذا اللقاء كان خطوة مهمة جدا وكان لها انعكاس جيد جدا عند شعبنا الفلسطيني ولكن كما قلت لحظة الرقية بداية طبعا مظاهر الانقسام التي عملنا وسعينا على مدى السنوات الماضية أن ننهيها ما هي أهم مظاهر الانقسام هناك انقسام بين السلطتين الفلسطينيين انقسام جغرافي سياسي ما بين قطاع غزة التي تقود تقود أخوتنا في حركة حماس يقود القطاع والضفة الغربية حيث يقود الأخوة في حركة فتاة السلطة الفلسطينية في إرام الله وأيضا هناك انقسام أوسع انقسام فلسطيني أكبر من هذا على صعيد الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية وهو الذي يتجسد في الترهل وعدم شمول مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتراجع دور القيادي ودور الفاعل الحقيقة في صف شعبنا على مدى السنوات الماضية وهذا الانقسام أسبق أقدم من انقسام السلطة الفلسطينية انقسام السلطة يورخ له إخوتنا ب2007 ولكن الانقسام الفلسطيني أسبق من هذا حتى عندما انطلق إخوتنا في حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي في عام 87 كان الانقسام الفلسطيني موجود بالساحة الفلسطينية وفي منظمة التحريف الفلسطينية على كل حال نحن ما نريد ما نريد أن نصل إليه ونعمل من أجل تحقيقه هو أن نحقق وحدة وطنية حقيقية بين كل الفصائل وكل مكونات الشعب الفلسطيني خاصة وأننا قد توافقنا والتقينا الآن على أن أوسلو قد فشلت تماما ووصلت إلى الطريق المزدود والذي أوصلها إلى الطريق المزدود العدو الإسرائيلي بصراحة وبالتالي أخوتنا في قيادة حركة فتح وقيادة منظمة التحرير قيادة رسمية وقيادة السلطة وصلوا إلى قناعة بأن الرهان على خيار أوسلو وخيار التسوية وخيار المفاوضات مع العدو الصيوني قد فشلت